اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء والنظر في المقترحات المطروحة في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع أربعمائة ألف فدان شرق قناة السويس وكذلك نتائج الدراسات التي تمت للاستفادة من مياه مصر في بحر البقر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء لسيما من خلال المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي التي من شأنها زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي كما وجه السيد الرئيس باستمرار مهام التخطيط والتنصيق والمتابعة من قبل أجهزة الدولة المعنية في هذا الخصوص للعمل على الارتقاء بأوضاع أهل شبه جزيرة سيناء مؤكدا سيادته أن الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا لنجاح استراتيجية تنمية سيناء كما تناول الاجتماع عرض جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة مناخ التنمية في شمال سيناء بالتركيز على محورين رئيسيين هما توفير الموارد المائية وتوفير البنية الأساسية مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الحفاظ على هذه البنية بعد تنفيذها